بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السابعة والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبال العلماء مع ما طلعي هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونذكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم الله وبركاته أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأمارات الحربية المتحدة وبائثها مستمع من هناك أو مستمعة المهم أن الرمض عين غين في الرسالة أكثر من قضية قضية الأولى يسألون عنها كالتالي هل تجد قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة عند قراءة الإمام سورة القصيرة أم نستمع لقراءة الإمام؟ باركم الله حيضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه نجمعين أما بعد وإذا كانت صلاة جاهية فإنه يجب على المأموم أن ينصد في قراءة الإمام ويستمع إليها بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا وهذا في قراءة السورة التي بعد الفاتحة لا خلاف فيه كما أعلم وأما في قراءة سورة الفاتحة هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟ وهذا موضع خلاف بين العلماء وفي الصلاة السرية التي لا يجهر فيها الإمام فإن المأموم يقرأ يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة بعدها أو بما تيسر من القرآن في الصلاة السرية جزاكم الله حيرا وأحسن إليكم هل هناك دعاء محدد عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل زيارة غيره من القبور يشرع عندها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأن يقف مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة نصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده وجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن قومه فلبس بذلك لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم ثم يتأخر عن يمينه إلى جهة المشرق قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق يقف مواجها القبر فيقول السلام عليك يا أبي بكر الصديق ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر مثل ذلك إلى جهة المشرق فيقول السلام عليك يا عمر يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمة الله وبركاته ثم ينصرف هذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ويكون ذلك بخفض صوت ويكون بأدب ولا يجوز الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد أن يدعو فإنه ينصرف ويدعو في المسجد في المسجد النبوي جزاكم الله خير وأحسن إليكم هل يجوز البكاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سبيل البكاء إذا بكى الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر أحد والديه أو عند أي قبر من قبول المسلمين ألا بأس بذلك إنما الممنوع النياحة ورفع الصوت والجزع أما مجرد البكاء هذا يأتي على الإنسان بغير اختياره ألا بأس به ما هو الكلام الذي يقال عند قبول السبعين الشهيد الذين استشهدوا في موقعة أحد كغيرهم من القبول يقف عليهم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإننا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم ووفر لنا ولهم جزاكم الله خيرا مستمعا من القنفذة رمزة لسمها بالحروف حين مين تسأل وتقول ما حكم شراء اللعب التي على شكل صور ذوات الأرواح المجسمة مثل الدمى العرائف وغيرها من الحيوانات وكيف نتصرف مع الطفل الصغير الذي يصر على شرائها خاصة إذا رآها مع أطفال الدمى الواجب أن يجنب الأطفال هذه الصور ولا سيم الصور العصرية الآن لأنهم تفننوا فيها وصارت كأنها أجسام حقيقية تتحرك وربما يكون فيها تسجيل كلام فتتكلم وفيها فتنة عظيمة فالواجب تجنبها ولأن لا يعود الصبيان على الصور فينشأون عليها وهناك ألعاب كثيرة والحمد لله تباع في الأسواق تسلي الأطفال هناك لعب كثيرة تسلي الأطفال وغير صور كسيارات وأسلحة وغير ذلك من أنواع اللعب الكثيرة جزاكم الله خيرا المجتمع محمد رويزق عبد الله أبو جليل يسأل ويقول ما حكم صيام يومي الاثنين والخميس والأيام البيض وما هي فضائلها في ديننا جزاكم الله خيرا صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ثلاثة أيام من كل شهر صيام يوم عرفة لغير حاجب بها صيام الست من شوال وصيام شهر الله المحرم وأكده العاشر ويوم قبله ويوم بعده هذا الصيام مستحق فيه فضل عظيم لمن أرفقه الله عز وجل فلا ينبغي التفريط هذا الاجر العظيم لمن يقدر عليه وحتى لو صام بعض هذه الأيام وترك بعضها فلا حرج عليه وإن صامها كلها فهو أحسن وأتم وأكمل في أجره جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أم مالك من الأردن بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة في سؤالها الأول تقول إحدى النساء بلغت من العمر أربعين سنة ولكن في الحمل الأخير تعب جسمها ولم تقدر أن تؤدي حق البيت كالعادة وأصابها الآن الروماتيزم في يديها هل يجوز أن تقطع النسل بعد تلك الظروف جزاكم الله خيرا إذا قرر الأطب أنها لا تتحمل الحمل وأنه يضر بها إضرارا بينا فلا مانعا من قطعه تفعل الضرر قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن هذه ضرورة فإذا قرر الأطب أن في الحمل ضررا عليها فلا بس بقطعه إلا إذا كان ضررا يسيرا محتملا فلا تقطع الحمل لما فيه من المصلحة والخير والذية التي قد ينفع الله بها جزاكم الله خيرا هل يجوز لتنظيم النسل بين الطفل وأخيه من ثلاث إلى أربع سنوات وذلك لاستكمال الرضاعة وراحة للجسم جزاكم الله خيرا هذا لا يجوز إلا عند الحاجة إذا احتاجت المرأة في نفسها لأن توالي الحمل عليها يضعفها وتؤثر عليها أو احتاجته للأطفال لأنها إذا حملت ويتوضع تضرر الطفل ضررا بينا فلا مانعا أن تأخذ ما يؤخر الحمل عنها لأن تستعد لاستقباله ويكون الطفل الذي معها قد انتقل من حالة الضرورة فلا بأس بذلك أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز تأخير الحمل ما هو رأيكم يحفظكم الله وهذا السؤال أيضا للمجتمع ما هو رأيكم في غطاء الوجه للمرأة من غير اللون الأسود بل بالأبيض أو السكري حسب عادة البلب المهم أنها تغطي وجهها بما جرت عادة النساء في بلدها بتغطيته بهنا أقوم بتحفيظ بناتي يوميا من القرآن ويرددنا من بعد الصفحة من القرآن حوالي سبع أو عشر مرات هل هذا يسجئ عن قراءة الولد اليومي؟ لباكم الله خيرا حسب النية اللهم تعالى إذا نوت بذلك الولد فإنه يكون وردا بإذن الله ولكن الولد له آيات خصصة وله سورة الأفضل فيه مثلا آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين وهذا في الصباح والمساء وبعد كل فريضة هذه الصور معينة للولد وبقية صور القرآن وآية الكرآن فيها خير وفيها بركة وفيها نفع للمسلم وحماية للمسلم جزاكم الله خيرا وأحسنا إليكم من الزلفي رسالة بعثت بها أحدى مستمعات تقول أنا أختكم في الله ألف حين من تسأل وتقول أنا فتاة حقدت العزم على حفظ كتاب الله وبدأت فعلا بذلك إلا أنني وبعد أن حفظت أربعة أجزاء أحسست أن عزيمتي قد فترت بعض الشيء ولم أستطع إتمام الحفظ هذا وأنا ولله الحمد أجد سهولة في حفظ الآيات لكثرة سماعي لها عبر إذاعة القرآن الكريم ولكني أجد صعوبة في مراجعة الآيات التي حفظتها أرجو توجيهي إلى طريقة تمكنني من حفظ القرآن ومراجعته بذلكم الله خيرا الطريقة هي العزم والتصميم هو الصبر على المشقة واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى وكذلك اختيار الوقت المناسب الذي ليس فيه تشويش للفكر مثل بعد صلاة الفجر ومن الليل ما تيسر ولسيما إذا رددت حفظها في صلاة الليل تهجد من الليل فهذا مما يعينها على الحفظ وعلى الاستذكار وبقاء الحفظ في ذاكرتها فعليها أولا بصدق النية والعزيمة وعدم الكسل وإخلاص النية لله عز وجل وعليها أيضا باختيار الأوقات التي ليس فيها تشويش للفكر جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسألكم شيخ صالح عن حكم تشقير شعر الحواجب وفي هذه الطريقة لا يتم فيها إزالة أي جزء من شعر الحواجب ولكن يعطيه لون فاتحا الواجب أن يترك شعر الحواجب على خلقته ما دام أنه ليس فيه شيء وليس فيه تشويه يترك على خلقته وهي أجمل من تغييره إلى لون آخر إنما هذه التقاليد فاسدة وقعت فيها بعض النساء فالذي ينبغي أن المرأة تترك حياتها وفلقتها في شعرها وغير على مكان إلا ما أمر الشارع بآخرها وتغييره كالأظفار وشعر الأضطين والعانة وكذلك شعر بقية البدن إذا أرادت أن تأخذه من سيقانها وذراعيها فلا بحس بذلك أما شعر الوجب وخصوصا شعر الحاجبين فلا يجوز العبس بهنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ينتشر بين النساء لبث الكم القصير الذي يظهر فيه عادة المرفق وما فوقه مع العلم أنهن يرتدينه أمام المحارب والنساء فقط فما رأيكم في العلم هذا تدرب على السخور المرأة لا تلبس عند النساء ولا عند المحارب إلا ما تكشف عند النساء ولا عند المحارب إلا ما تحتاج إلى كشفه مما تدعو الحاجة لككفيها وقدميها ووجهها ووجهها وشعر راسها الأطراف التي جرت عادة النساء بكشفها وتدعو الحاجة إلى ذلك للعمل أو تناول الأشياء أو أخذ الأشياء هذا تكشفه عند النساء وعند المحارب أما كشف الضراعين وكشف الساقين كشف الصدر والفديين وما أشبه ذلك فهذا من بداية السفور والتساول بالحجار أيضاً لا داعية له وفيه فتنة ربما أن بعض المحارب من الرجال يفتتنون بها وهم محارب لا تؤمنوا الفتنة إذا رأوا شيئاً من محاسنها وجمالها أن يفتتنوا فيها وهم محاربنا جزاكم الله خير وأحسن إليكم مستمع الرمضة إلى اسمه بالحروف عين ألف من الرياض يسأل ويقول ما حكم اجتماع الأقارب لمدة ثلاثة أيام في بيت المتوفى لحاجة ولغير حاجة هذا أمر غير مشروع على اجتماع البيت المتوفى وتكليف أهل البيت بصنعة الطعام لهم تقديم الولايم كل هذا من التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان وقد قال يرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة والمشروع التعزية تعزية المصاب في أي مكان تجده سواء في المسجد أو في السوق أو في المتجر أو في أي مكان تلتقي به أو في المقبرة فإنك تعزيه أقول جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزائك وغفر لميتك وهذا يكفنان جزاكم الله خير وأحسن إليكم ما هي السنة في تعزية أهل الميت كما ذكرنا طيب السنة في تعزية أهل الميت أنه إذا لقي المصاب يقول وأحسن الله عزائك وجبر يعني يسلم عليه أولا ثم يقول جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزائك وغفر لميتك إن كان ميته من المسلمين يقول غفر الله لميتك وأيضا من العزاء المشروع تقديم الطعام لأهل الميت إذا احتاجوا إلى ذلك إذا كانوا يحتاجون إلى أن يقدم لهم طعام فإن جيرانهم أو مقاربهم أو أي واحد من المسلمين يصنع طعام بقدر حاجتهم ويقدمه إليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إسمعوا لي آلي جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه جزاكم الله خيرا ما حكم المعانقة في العزاء للرجال المعانقة إنما تكون لمن قدم من سفر سواء في العزاء أو في غير لمن قدم من سفر أما من لم يقدم من سفر فيكفي المصابحة نعم لمس ملابس مبتذلة بالنسبة للنساء وأيضا تخلي الرجال عن بعض ما كانوا يتحلون به في وقت العزاء ليس للعزاء ملابس خاصة وإنما الناس يكونون بثيابهم العادية وأما ما يفعله الكفار من لبس السواد عنه الكفار ومن تشبه بهم من لبس السواد في العزاء أو في أيام المصيبة وتنكيس الأعلام وما يشبه وتعقيل الأعمال الدواير الرسمية كل هذا من أمور الجاهلين فلا يزوز هذا العمل نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم المجتمع عمر عوض محمد بخيت من السودان يسأل ويقول أن يشترض في ذكر الله تعالى أن يتعلق القلب بالذكر نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله خير لا بد أن ذكر الله يكون بالقلب وباللسان ذكر الذي باللسان فقط دون القلب هذا لا يمتع فلا بد أن يكون الذكر بالقلب وباللسان نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول نرجو من فضيلة الشيخ أن يزودنا بتفسير كامل عن الطمث والحيب والنفاس وما هو الفرق بينهما وما هي كيفية طهارة المرأة بعد الولادة وهل عليها قضاء صلاة خلال فترة ولادتها الأربعين يوما جزاكم الله خيرا الحيب معروف وهو الدم دم طبيعة وجبلة ينزل على المرأة في أيام معتادة هذا هو الحيب وتترك من أجله الصيام والصلاة ولا يجوز لزوجها أن يجامعها الفرق وهي حايب ولا يجوز له أن يطلقها وهي حايب وكذلك النفاس هو الدم الذي ترفيه الرحم بسبب الولادة ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما فتترك من أجله الصلاة والصيام ويحرم فيه ما يحرم في الحيب يحرم فيه ما يحرم في الحيب وإن قطع الدم قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصوم وتصلي أين عودها الدم قبل الأربعين فإنها تجلس وما صامته وصلته في فترة الطهر المتخلل فهو صحيح جزاكم الله خير وأحسن إليكم ما كان عن الطمز الطمز لا أدري ما معنى إلا إن كان أنه جماع لم يطلقهم لا ينسوا قبلهم ولا جان يعني جماع واحتضاء البكارة الله أعلم جزاكم الله خير وأحسن إليكم نرجو أن تعرفون تعريفا كاملا عن كيفية طهارة المرأة والرجل من الجنابة وكيف تصلي المرأة ما عليها من صلاة إذا كانت عليها الدورة الشهرية وانقطعت عنها أو انقطعت عنها قبل المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر جزاكم الله خير المرأة الحائض إذا انقطع دمها فإنها تغتسل أولا تستنجي تنظف المخرج وثم تتوضى وضوء الصلاة ثم تهيض الماء على جسمها بنيت الطهارة من الحائض وكذلك النفش مثل الحائض هذا هو الابتسال من الحائض ويكون بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما ونقاءا تاما فإن كانت طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء جمعا وإن كانت طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر هذا هو الواجب عليها وأما الرجل يغتسل من الجنابة أيضا مثل ما لكرنا يستنجي يغسل فرجه بالماء ثم يتوضى وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على جسمه ثلاث مرات والواجب مرة واحدة تعم الجسم وإذا أراد الكمال والأحسن فإنه يفيضه على جسمه ثلاث مرات هذا هو الوحسن من الجناب نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا كان الرجل أو المرأة الواحد منهما دائما الحدث ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوءه لفترة طويلة كيف يقرأ القرآن والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا إذا كان الإنسان دائما الحدث كالذي به سلس البول أو المرأة المستحابة التي ينزل عليها الدم باستمرار خارجا عن العادة وهؤلاء لهم يقرأ القرآن عن ظهر قلب أما القراءة من المصحف ولا تجوز إلا إذا كان من وراء حائد أما لمس المصحف مباشرة أو حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فإذا قرأ عن ظهر قلب فلده وكذلك إذا قرأ من المصحف لكن من غير أن يمسه مباشرة بل من وراء حائد نعم جزاكم الله خيرا هل يلحق بصاحب السلس وبالمفتحابة جاء لكم الذين يعاني من انطلاق الريح جزاكم الله خيرا سواء بسواء الذي لا يمسك الريح دائما هذا حدثه دائما مثل من به سلس ومثل المستحابة جزاكم الله خيرا حجيت عن والدي منذ ست سنوات حجا مفردا وقمت بطواف العفاظة ولم أسعى بسبب عدم معرفتي ولما عرف هل أقوم بالسعي في هذه الأيام وهل علي وزر وهل الحج صحيح جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الحج صحيح ولكن ولكنه لم يكمل باق فيه السعي فعليك أن تعود وتأتي بالسعي وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فعليك أيضا الكفاء للفدية وهي ذبح شات تجزئ في الوضحية تتبعها في مكة وتوزئها على فقراء الحرب وإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام أما إذا لم يحصل منك جماع فيكفي أن تعود وتأتي بالسعي عاملية السعي عن الحج نعم الذي تركته نعم جزاكم الله خيرا فالختامة توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسيرة المستمعين وأمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإستاء وأضو هيئة كبار العلماء شكرا للشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على أنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الريار الإذاعة برنامج نور على الدر مرة أخرى